توزيع المياه على الأرض توزيع الماء في الطبيعة يوجد الماء على الكرة الأرضية في أشكال كثيرة تبعاً للمكان المتواجد به مياه المحيطات تشكل مياه المحيطات والبحار نحو 71% من مساحة سطح الأرض وتشكل 96% من مجموع مياه الأرض معدل ملوحة هذه المياه 35% أي 35 غم لتر تلعب المحيطات دوراً هاماً بكونها نظاماً بيئياً بحرياً يحتوي على الكثير من الكائنات الحية ولها دور في ضبط مناخ الأرض وفي كمية المياه المتبخرة من سطحها الجليد نعني بالجليد المياه المتجمدة في الأقطاب وعلى قمم الجبال العالية توجد معظم هذه الكتل الجليدية في القرة المتجمدة الجنوبية حيث تشكل نحو 85% من جميع المياه المتجمدة تجسيم لتوزيع الميات على الأرض من حيث الحجم على الأرض كل مكعب صغير واحد يمثل للمياه البيولوجية يتوافق مع ما يقرب من 1000 كيلو متر مكعب من المياه كتلته نحو من واحد تريليون طن مائتان أثمرة من الهرم الأكبر في الجيزة أو خمس مرات من بحيرة كريبة يمكن القول إن أثقلك إنما نصنع الإنسان ويضم المبنى كله واحد مليون مكعب صغير المياه الجوفية مياه مخزونة في باطن الأرض في مسامات الصخور أو الشقوق بينها تحتوي المياه الجوفية على ثاني أكبر كمية من المياه العذبة بعد الكتل الجليدية تدعى مجموعة طبقات الحاملة للمياه الجوفية الأكوافير جزء من هذه المياه يدعى المياه الأحفورية وهي المياه التي لا نستطيع استغلالها ولا يتم تجديدها بشكل طبيعي ممكن أن تترك المياه الجوفية مكانها بعدة طرق عندما تصل المياه إلى السطح الخارجي يتكون الينبع وتخرج المياه به طريقة أخرى هي انتقال المياه الجوفية إلى البحر حيث تلتقي بماء البحر بما أن المياه الجوفية العذبة أخف من مياه البحر المالحة تطفو المياه العذبة على سطح المياه المالحة نقطة التقاء المياه العذبة بالمياه المالحة تدعى الإسفين المائي موقع هذا الإسفين يتحدد حسب مستوى سطح المياه الجوفية كلما كان سطح المياه الجوفية أعلى يكون وزنها أكبر فيدفع الإسفين الماء إلى أسفل باتجاه البحر والعكس صحيح من الجدير ذكره أنه لا يوجد فصل تم بين نوعي المياه ولكن هناك طبقة مختلطة بينها نخسر بها جزءا من المياه العذبة المياه العلوية وهي المياه الموجودة فوق سطح الأرض وتشمل مياه الأنهار الجداول البحيرات والمستنقعات والبرق مصدر هذه المياه في الغالب هو مياه الأمطار والثلوب وأحيانا من المياه الجوفية تتجمع هذه المياه عندما تكون الطبقة العلوية من التربة مشبعة بالمياه وغير قادرة على انتصاص كمية أخرى توزيع المياه المالحة والمياه العذبة يقدر إجمالي حجم المياه على الأرض في 1-386-000-000 كم مكاعب من 333 مليون مكاعب مع 9-7-5 هي المياه المالحة واون-2-5 هي المياه العذبة من المياه العذبة الصف 3 فقط هي في شكل سائل على السطح المنطقة والحجم وعمق المحيط العالمي جسم المياه المساحة 106 كم 2 الحجم 106 كم 3 متوسط العمق المحيط الأطلسي 82.4-323.6-3926 المحيط الهادي 165.2-707.6-4282 المحيط الهندي 73.4-293-963 جميع المحيطات والبحار 361-1370-3796 المحيط الсаون المترجم للقناة